لم يكن يعلم كثير من اللاجئين والمهاجرين الذين هربوا من الحروب على الجانب الآخر من المتوسط إلى أوروبا على قوارب الموت أن وجهها سيتغير فجأة وتريهم وجها قبيحا لم يكنوا قد اعتادوا عليه قبل وصول اليمين المتطرف في النمسا وهولندا وألمانيا ميركل هذه التي فتحت لهم ذراعها في موطن الحريات أو كما تصوروا حينها على الأقل نعم الغرب ومن بعدهم اليوم أمريكا ترامب يحتجون بأعلى أصواتهم في مرحلة تعد الأكثر عداء للمهاجرين حول العالم في مشهد يعد الأكثر تناقدا بين حقوق الإنسان التي ينادي الغرب بحمل لوائها وبين حملتهم الرافضة لوجود المهاجرين واللاجئين الذين يتصادف احتفال الأمم المتحدة بيومهم العالمي في العشرين من حزيران الحالي من كل عام تقول مفوضة حقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن شخصا واحدا نزح كل ثانيتين في عام 2017 بسبب الحروب حول العالم حيث اجبر نحو 68 مليون ونصف المليون الشخص على مغادرة منازلهم سوريا والعراق وجنوب السودان وأفغانستان والصومال تتصدر هذه الدول قوائم المهاجرين حيث نزح منها نحو 25 مليون شخص وهو رقم يفوق ما تم تسجيله في عام 2016 بنحو 3 مليون شخص والقاسم المشترك بين هؤلاء كما تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية هي الحروب التي يحصد المهاجرون ما زرعه الغرب في بلدانهم اختلفت الشخصيات والأزمنة في أوروبا وأمريكا بين عامي 2015 وعامي 2017 لتكشف وسائل إعلام أوروبية عن عزم زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي ستعقد ببلجيكا نهاية الشهر الحالي جمع طالبي اللجوء في مراكز خارج دول الاتحاد وقد تأخذ منحا أبعد لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم وعلى الجانب الآخر يبقى كل مهاجر ولاجئ يحلم منقلاب الوضع ليرى هؤلاء أمام السفارات في بنغلاديج أو المكسيك أو نيجيريا ينتظرون تأشيرات الدخول وأذونات الإقامة